تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في بث مباشر جديد بيجيكم معي أنا محمد عواد طبعا الله يستر ما يصيرش فينا الشي المرة الماضي لما حكينا من نطلع بث مباشر ونصير نطلع بث مباشر بدورة طرق أوروبا إجت المرضى والإصابة وغبنة كثير طبعا حنتكلم عن كثير مباريات حنتكلم في البداية عن مباراة مان يونهتد وأطلنطا وبعدا حنتنمشي على يوم هيك ومع تعليقاتكم وأسئلتكم حنيعرف أكثر وأكثر عن المباريات اللي لازم نحكي عنها فدعم نحطوا أسئلة أنا عم بقرأ وعم بحفظ وبرجع لكم يونهتد وأطلنطا أطلنطا فاز على يونهتد فعليا فاز بالمباراة فاز كفرنيا وخطورة وزباتة سجل وصنعوا وغلبهم وأخطأهم وأخطأهم وشيء لا يوصف من الفريقين لكن اللي حصل فعليا أنه رونالدو اللي ما خسر رونالدو هذا مجنون يعني هذا اللي بيعملوا الآن في دورة أبطال أوروبا الأهداف اللي بيسجلها لكل شيء بيعملوا هذا الشيء غير طبيعي أبدا 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 شيء يعني مش منطق اللي بيسوي كريستيان رونالدو ما فيش فيه نوع من أنواع المنطق أبدا كلاعب كرة قدم يعني شيء شيء مش هون مش طبيعي مش طبيعي هذا الإنسان بسجل من أي لحظة بأي طريقة وبيعرف بيعرف كيف يخلي الكل يحكي عنه ببساطة رونالدو أنقض سولشاير الآن التأهل بإيد يونايتد وأعتقد خلاص تأهل وأعتقد تعادل اليوم أنقض سولشاير بحب بوستو تنهام سولشاير يمكمل ويبدو زي ما كان بدو قاري نيفل لنهاية الموسم نرجع نحكي عن واحد بقول لي أنا حكيت أن رونالدو حيسجل اليوم ثنائية أو حكيت حيسجل الثاني وصورنا عارفينهم هذا الكلام صحيح طبعا هذا صحيح لأنه اللي بيحبوا يونايتد صاروا فعلا أو مش بحبوا يونايتد اللي بحبوا رونالدو صاروا عارفين وينت بدو سجل هدف وينت لا الآن نروح على برشلونة برشلونة فاز برشلونة انتصر بس برشلونة فعليا كان مش عم بيخلق فرص ربما أهم شيء في برشلونة اليوم شتيجل اللي تدخل وتصدى وتقلق هز شيء مهم شيء الثاني المهم لبرشلونا ديمبلي لما نزل فيه سرعة فيه شيء سريع على اليمين فيه أخيرا الجنح اليمين بيهجب رفع السرعة أتمنى ما ينصاب حيكون كثير ممتاز للفريق حيكون مفيد وفاتي وحسمه هذول الثلاثة إذا رجع مستوى شتيق ودمبلي قدر يكمل نهاية الموسم بدون إصابات وفاتي يكمل لا هذا الفريق ممكن ممكن يخرج بوجه جيد هالموسم بقولش يجيب ألقاب بقول يخرج بوجه جيد إن شاء الله هذا الموسم الآن نروح على طبعا يوفنتوس يوفنتوس انتصر أصار أليقري يلعب بالتشكيل الشبه الأساسية أصار يلعب بنفس خطته وكأنه بدو يقول المشكلة مش من الخطة المشكلة مش من المشكلة كانت في تركيز اللاعبين في الأسبوع الماضي حقق انتصار معنوي اتأهل الآن عنده مصيبة بدو زبطها في الدوري تشيلسي طبعا يعني الفريق عم بدور كثير وعم بفوز ممكن مشكلتي مع تشيلسي بس سأول أنا بحب سأول شخصيا كلاعب ومش عم بيأخد فورستو ما بعرف شو عم بيصير بينه بينه توخيل ربما مسألت وقت لأن أنا زي ما حكيت مؤمن بشخصية اللاعب تشيلسي عنده خيارات كثير تخيله حكيم زياش وبول الزيتش وقال اسمها هاي هو تقريبا مش عم بيحتاجها فعلا خلال موسمه طبعا بايرم لونيخ مش عم بتوقف نتائج ساحقة نتائج غريبة نتائج عجيبة وليفاندو بيسكي لما يكون يلعب الموضوع بيصير مرعب جدا الموضوع بيصير أولر يعني بظني أحكي لنفسي لو لعب ليفاندو بيسكي السنة الماضية لو لعب ليفاندو بيسكي السنة الماضية مع سن جيرمن كان ممكن بايرم لونيخ جاب در الأبطال مرتين وربعات بصراحة يعني أنه مش طبيعي شي بيفرق محهم أمام المرمى مش طبيعي شي بيفرق محهم فنيا في نواحي الثلف الأخير يعني كلنا نسيين أنها موجودة في كرة القلب هذه المجموعة هي مجموعة إشبيليا وسالس بورغ وفورفيسبورغ وليل مجموعة ما بشوف لهاش أخبار ما بشوف شحد بيعلق عليها بتويتر بفيسبوك ولا بتطلع ولا كأينها بيلعبه الفكرة بها المجموعة اليوم إشبيليا خسر وخسر في ملعبه ولما خسر في ملعبه إشبيليا صار الأخير في المجموعة إشبيليا اللي بضعوا كويس بالدوري ممكن عم بيطلع بمجموعة أسهل منها ما في عم بيطلع من الدور الأول عثمان كان خطير خلينا نبلج الآن بالتعليقات طبعا أنا ساعة عندي تنتين ونص بالليل فإن شاء الله ما أطاول كتير ومن كتر من أنا نعسان جدا لبس الكمامة على الهوا لما اتذكرت لكم معي فصار الموضوع بنفسيا مدام في حدا حولك بتحس إنه لازم بس الكمامة اللي بيقول لي ليش مرشح لا مش مرشح ساعة تنتين ونص دمبلي لعبي كويس سرعته كويسة الفوضى اللي خلقها كويسة إنت محتاج إذا بنرجع لحلقات الماضية برشلونة محتاج اللاعب اللي بيخلق فوضى لحاله سواء صنع سجل لا محتاج بس واحد يك يعجق الدنيا محتاج هذا الشي في كرة القدم واحد بيقول لي باستثناء بس هم يعني بيقول لي كل الفرق تقريبا مستواهم مش ثابت إلا بايرام ميونخ والسيتي أعتقد حتى إذا ما نيجي تكون صريحين آخر فترة تشلسي وليبر بول ثبتوا أمال تتكلم عن سنوات أربع خمس سنوات نعم لأنه الاتنين عندهم مشاريع معينة ومؤمنين جدا فيها ومستقرين داخليا وإداراتهم مفكرة بس بشيء واحد يعني مفكرة بالمشروع ما عم تتشتت ما عم تروح سوبر ليك زي ما صار مع بيريز لفترة ما عم بيكون فيه سوبر سوبر ستارز بإعلاميا بذوق يعني مثلا كريستيان رونالدو يجبون لك الإعلام كله حولهم فهذا الممكن يهزوك ممكن تشوف سورشاير مدرب برشلونة لا طبعا إذا أنت مدريدي هذا السؤال أني أشوف سورشاير مدرب برشلونة حتى المدريدي ما بيتمنىها لبرشلونة يعني حرام عليك خلينكم صارحين التشافي اللي بيسألون عن التشافي أنا حكيت مع كثير أصدقاء في قطر وضع التشافي واضح جدا نادي السد عنده موقف من تصريح قديم جدا للابورتا حتى نكون صارحين هذا التصريح القديم قال فيك الآتي اتهم قطر بإنها دولة ديكتاتورية إسلامية حطهم مع بعض بإحدى التسجيلات الإذاعية وكان هذا الخطاب اللي تكلم فيه ولتيجة ذلك فيه موقف شخصي مع هذا الشخص أنه أنت الآن جاء تاخد لعب منه بدك على الأقل تعتذر بشكل أو بآخر عن اللي صار ببساطة موقف تعاملوا معهم شخصي طائف فسخ عقد تدفعوا هذا الطبيعي يعني مش أنت لأنك مرشلونة أكبر تيش تأخذ مدربة تروح من وين تهاي بدك تدفع فسخ العقد فأعتقد الموقف الثاني هو المشكلة الموقف الثاني هو التصريحات اللي كان عم تطلع منه خصوصا لما انحطت مؤسسة قطر على القميص بعد ما طلع للابورتا والهجوم لسنة سنتين ثلاثة على الإدارة هون الموقف اللي صار عند للابورتا صار فيه تصريحات مباشرة ضد قطر فالآن تجايد تأخذ من المدربنا؟ لا بالنهاد واحد يقول لي هل نسيت رونالدو؟ والله انت شكلك ما عمرتش البث المباشر نص البث المباشر أوله عن رونالدو فهذا موقف تشافي تشافي يبدو فيه نوع من صمت التصريحات السابقة مع للابورتا نفسه بس أعتقد حتنحلها للنحية هذه النحية حتنحل أما بالنسبة للطرف الثاني اللي هو الفلوس برشلون لازم يدفعهم وزي يعني زي ما اليوم بلشوا الصحفيين وكذا ودفع يا تشافي حرم عليك برشلون ليس جمعية خيرية ليس لأنه بأزمة مالية ينقوا دول العيب يصرفوا عليه يقول اخ لو مسي اللي عب بلاش اخ لو تشافي اللي فعل فلوسه ما احنا مش جاين نصرف عليك انت رئيس نادي دا جن قبل نادي للابورتا جاي بعقلية كأنه بعصر الستينات تغيرت كرة القدم الآن انت شركة نادي تجاري معكش فلوس اعمل شو سبه واحد يقولي أنا غلطان اني بتابعك حقك علينا يا محمد يونيتد شو رأيك حكيت رأيي فيه انه ضعيف كأداء نجح كلا تيجي واحد بيقولي هل يستحق ليبا الكرة الذهبية ليبا بيستحق الكرة الذهبية شوف المشكلة نومنيجي نفكر فيها كل واحد من ليبا ميسي صراح لدرجة اقل وبحكيها بصراحة بدرجة اقل بنزيمة بتقدر تبيع فكرة انه وجورجينيو طبعا بدرجة اقوى بتقدر تبيع فكرة انه بيجيبه الكرة الذهبية ليبا دوبسكي مثلا كل شيء جابه لعب فيه ما عدد دور الابطال ارقامه ممتازة كل شيء تمام من نتائج ممتازة باقوى فريق موجود في اوروبا السنة الاخير ميسي جاب كوبا امريكا وهذه اللي عم تخدمه فعليا نتيجة تعاطف الكل مع ميسي انه جاب كوبا امريكا صراح كمستوى بالسلي كلها صراح مستوى ممتاز فلما تتكلم عن ذلك طبعا جورجينيو جاب دور الابطال وجاب اليورو وهذا اللي واحدهم بيكفي انه يفوزوا اي لاعب بالكرة الذهبية فمن هذي الاربع هذور بيقدر يفوزوا من المعيار البدكية الان الناس كلها يعني الناس كلها اللي بتعملوا اللي هي تصويته من رأي العام والمشاعر بس مش اكثر ولا اقل يعني طبعا في مشكلة في برشلونة من احنا واحد لمحها بتعليق بكرني ايها قابل لما تحطوا جناح يمين بالهجوم انت بتحرق اللاعب هذى اللاعب لازه مايلعب هذى المركز ابدا 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 واحد بيقول اشتقنا للصالعة شوف انا عندي كان هون 16 قطبة يعني الحمدلله هلا بيخف الجروح الكبير بس شوي لسه منظره يعني مش تمام يكون على الكاميرا حتى بكرا عندي تست مع عبدوبر رياضي نشوف اذا الميكب رح يزبط يغطيه لما اطلع التلفزيون لاني بتطلع التلفزيونات بسبب الجروح حسب ان شاء الله الدكاترا انه شهرين كمان شهرين بتشوف الصلعة مرة ثانية شكرا كثير يا عمر يا حبيبي لأمنياتك بالتوفيق نوير بيقولك لازم تحكي عن نوير لصنع هدف هذا الشي الطبيعي جورجينيو بالضبط جورجينيو بالالقاب ميسي بالتعاطف وكوبا امريكا ايضا اللقب طبعا يورو اكبر من كوبا امريكا وبقناعتنا انه ميسي هو افضل لعب بالعالم بالعادة مع عدم مستوى الحالي مع سان جيرمان هو ايضا صلاح بالاهداف وبالحاسم وبالمساعدة ولباندوفيسكي بالاهداف وثبات المستوى وبنزيمة بالاذاء التكتيكي بس انا بالنسبة الي بنزيمة لهو احسن واحد بالارقام ولهو احسن واحد بالالقاب فبالتالي ما بتقدر تحط هو اللي يفوز فيها بيطلع تالي تالت ممكن برشلونة بنفكة طبعا هاي مسألة مهم من الناس اليوم برشلونة مات اهل برشلونة الليلة مات اهل برشلونة لازم يفوز عبنفكة انه لو تعادل تورط لو تعادل بصير محتاج انه بايرون يمشيره المباراة نكمل نشوف اذا في تعليقات جديدة الشباب كلها مشتاقين للصالحة الحمد لله شكرا كثير يا حبيبي يوسف شكرا يا محمد الله يسلمك نشوف انذا في عنام ليه بتحكيش عن بايرون زي الباقي في سرب كثير بسيط ليش بحكيش عن بايرون من اخو زي الباقي اني بحضورش دورة الالمانية حاليا لانو يمثش جبت اي بي تي في مشان احضر دورة الالمانية كل يوم بعمله بلوك اللي عندي شو عملكم فما بحضر دورة الالمانية وجزء كثير من انك تحضر دورة الالمانية دورة ابطال اوروبا بايرون ايجا مجموعة فيها برشلونا وفيها بنفيكا وفيها ديناموكية هحضر مباراة ولم يلعب مع برشلونا هذا الفرق هذا الفرق ليش اكثر ولا اقل انه لما تكون المباراة ما بحضر له كثير لانه ما عادت دورة عندي موجود بصراحة بس هذا من خسائر انك تكون دورة الالمانية ما بقدر احكي اني حضرت ملخص على اليوتيوب ولحضرت كده انه صرت افهم شو بايرون منضطر نستنى بدورة ابطال اوروبا للاسف او لما تكون مباراة كبيرة زي مع دورتموند او كده منغلب حالنا ومندور على لينك من هاللينكات اللي سارجيني الدوري باختصار عشان نحضره فهذه مشكلة البندسليجا انهم ما عملوا زي دورة ايطاليا يعني ماوفرونهش المباراة نحضرها يعني شو نعملهم واحد بقولني حصن نفسك العين انا متاع من زمن انت تبدو مرهق الله يخليك يا حبيبي الله يخليك شكرا ان شاء الله مش مرهق طبيعة عملي انا بشتغل الصبح يعني مجال الاعلام والاستشارات الاعلامية وبالليل بشتغل الفرياضة وهذا الشي فماشين بالشغلتين الحب تبعي والمسيرة المهنية تاعتين توقعاتك المتأهلي لمجموعة برشلونة الحرب بشكل ايضا اللاعب الأساسيين دبايا مش صعبه بشرط ما يتلقاش هدف اول لانا برشلونة بشكلته كارثته الكبيرة اذا اتلقى هدف الاول لانا ما عنده ابداع كبير وما عنده فكرة انه كيف يصنع فرص كثير وهذا بورط وورطات بلاوي لما يتأخر بالنتيجة واحد بقولي نحضر مباراة معك بالكافي حسب وين انت والله انت بابوظبي بتشرفوني واذا انت بدبي كمان انا بروع عدبي رحين بعض المباريات فبتشرفوني لاني عايش بين المدينتين ولما اجع الاردن كمان بتشرفوني انا واحد بقولي متى جعي الاردن ان شاء الله بشهر 12 راجع يعني بتعرفه كورونا منعنا نروح كثير بس انزلت الفترة الماضية وانبسطت كثير بين الناس والاصدقاء فان شاء الله وانت ما كنت بالاردن جاهز هون في الابوظبي في دبي كمان جاهز كل التوفيق الله يخليك يا حبيبنا عبداللطير في نشوف تعليقات جديدة واحد بيقولي بدي اقول اسمه طيب اسمك بيشو بيشو اسمك حكيت اسمك بيشو نادر موقف راموس موقف راموس لا واضح اللاعب مش حينفسخ عقده قانون فسخ العقد ان شاء الله بك راح نزلو في فيديو قصير فس خلينا اشرح لكم فيه ثلاث حالات الحال انه نتفق مع بعض نفسخ العقد فبالتالي احنا نتفق على مبلغ ومنهي الموضوع الحالة الثانية اللي هي انه النادي يثبر انه هذا اللاعب ما عاد قادر يلعب ساعتها بيفسخ عقده وما بيدفع له فلوس والحالة الثالثة انه النادي يفسخ العقد بحجة انه هذا اللاعب ما عم بيلعب هون بروحه على المحاكم وعادة بدفع غرام النادي وممكن ينحرم له عقوبة كويسة يعني ممكن ينحرم لانتقالات ست شهور او شي بالعادة في هيك حالات اذا اللاعب ما قدر يرجع بحلوها سلمي وحلوسط وبيخلصوا الموضوع لانه بالعادة شركة التأمين هي اللي تدفع الف باقي مستقبل كوتينيو كوتينيو اعتقد رح يطلع وضع راموس جاوبتكم الناس بسألون عن قناي امري معقول يترك فياريان ولسه عنده امل يتأهل وهيك يعني اعتقد انه نيوك هو عارف انه نيوكاسل مشروع اطول مشروع اكبر مشروع اهم فبالتالي نوع انا مكانه مش عارف بصراحة صعبة صعبة انك انت ممكن تتوح مع فياريان لدورة 16 دور الابطال وممكن تزبط معك تيجي القرعة سهلة رونالدو والكررة الذهبية مش هيفوز فيها اللي بسألوني فممكن تيجي معك القرعة سهلة وكتير تزبط معك ما بعرف اذا شفت انت انا شو غردت ما بعرف انت شفت بداية الحلقة حبيبي استنى شوف الحلقة من اولها وبتعرف ان هي انا شخصيا تحديدا مستحيل الجاهلك كوستيانو رونالدو أليكس بيقولي بالاردن خلص بالاردن ان شاء الله وبنلتقي معرفش اذا قصدك هيك ثاني وعودة الثقة ثاني من الاشياء اللي بتوريك قدرة بايرون قدرة بايرون الكبيرة حمو من الاعلام لما بلشت الموجة الاعلانية تضربه حمو من الاعلام الالماني بشكل واضح صبروا عليه بشكل واضح ورجعو قدرة من القدرة الرهيبة زي ما رجعوا مولر مش عارف شو بعملوا هدول يعني سحرة صاروا طوال اللي بعملوا بايرون الان هو مثال مثال كرة وجديد نكست لبل من كرة القدم مستوى جديد من كرة القدم لازم يتعلموا منه الناس طبعا اعتقد هيك وصلنا واحد بقولي برشلونة الجديد انا مش انا حكيت بالفيديو الماضي حاسس لابورتا قاعد بعملنا فيلم عشان يخلي سيرجي فاذا ضبطت بنحكي اللي بسألونا عن كونتي توتنهام امري ونيوكاسل بكرة في فيديو للموضوع واللي بيقولي انت بتتجاهل رونالدو خلص يا ابراهيم انا بتجاهل رونالدو حقه علي رونالدو وكريستيانو واحمد رديت عليك يا احمد ومستقبل اقويرو الخبر مبارح بحسه انه عم بعتزل اكثر للأسف معني بحب اقويرو كده جدا تصريحات ميسي كشفت وجه اخر للا بورتا بيطلع يحكي اشياء عن غير وبرجع حلقة عن يوناتت في الحلقة الماضي شرحنا وشرحنا ليش ثلاثة خمسة اثنين حت تخلق له مشكلة مالية ارثر وروكوتلي ليش ما يعتمد عليهم مع بعض لانه بحب يكون عنده لعب يتحرك ويركض وواحد يقطع كرات منهم والتاني يكون هو المايسترو وانا متأكد الاربعة اربعة اثنين حت دخلنا بالحيط ولم احنا مكملين فيها مكرا الكلام عن مدريد ان شاء الله ان شاء الله كل ما انوي اعمل لايت في ومين ورا بعض دوري ابطال اوروبا تطلع عراسي نوصل هون لهذا الفيديو طبعا اللي بيسألوني عن برشامة شابي عملت حلقة كاملة خلينا اوصل هون هذا الفيديو بنروح نصور عن كونتي وانا امري وبنتشرف كتير معكم والسلام عليكم ورحمة الله